حقوق ضائعة ومصير مجهول هكذا يمكن وصف حال العامل العراقي في يومه العالمي وهو يعيش أسوأ فتراته بعد عام 2003 ولسيما مع وصول عددهم في البلاد إلى 15 مليون عامل حيث يعانون من إنهاء الخدمة التعسفي فيما يركن قانون التقاعد الضمان الاجتماعي في رفوف مجلس وابدون إقراره منذ سنوات وبحسب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار براك فإن الطبقة العاملة في البلاد أصبحت الأفقر من حيث الأجور بالنسبة لساعات العمل المرهقة مضيفا أن أصحاب العقود في وزارات الدولة يأخذون أقل من الحد الأدنى من الأجور وهي لا تتجاوز 250 ألف دينار شهريا خبراء الاقتصاد أكدوا أن شريحة العمال في العراق تعد الأكثر تعرضا للظلم لا سيما أن القطاع الخاص ما زال لغاية الآن دون ضوابط ومحددات تلزم هذا القطاع تأمين الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي فضلا عن توقيع عقد مع العامل الاتحاد العراقي لنقابة العمال أكد أن نسبة الخرجين العاطلين عن العمل في العراق تبلغ نحو 50% وهي نسبة في ازدياد مضطرد نتيجة فقدان الرؤية الاقتصادية لأصحاب القرار وغياب دور القطاع الخاص فيما يتسبب غزو العمل الأجنبية أسواق العمل في ضياع فرص العمل أمام العامل العراقي يوم العامل العراقي في العراق يأتي وثمت ثمانية اتحادات ونقابات للعمال في البلاد ورغم هذا لم يتغير وضع العامل العراقي مع وجود جدل كبير حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي ما زال قيد التشريح حول تضمينه استخطاعا من العامل طيلة فترة عمله بهدف منحه التقاعد وهو ما ترفضه بعض الجهات التي ترفض هذا القانون لسحصاله مبالغ كبيرة من العمال تتراوح بين 35 إلى 50 دولار